الحمد لله وحده مرحبا بكم مع أوقاف يسيرة وأجور كبيرة جدا 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 لأن المعطي هو الله قد لا أستطيع أن أوقف شيئا لأني ليس عندي شيء لكنني أستطيع أن أشارك أهل المال أهل الدثور أهل المليارات والملايين أن أشاركهم الأجر فأبعث يوم القيامة موقفا وأنا لم أدفع من جيبي وحسابي ريالا واحدا كيف ذاك؟ الدلالة على الأوقاف وقف جميل في حياتك أيها المؤمن أن تدل إنسان غافل تقول هنا وقف لجمعية بر هناك مكان لبناء مسجد هنا دار لتحفيظ القرآن الكريم هناك أيتام أدعوك يا أبا فلان أن تترك جزءا من مالك يلحق بك في العالم الآخر أي يوم القيامة ثم يتأثر هذا المؤمن ويوقف وقفا ويكون بديلالتك أنت فتكون شريكا له هنيئا لأولئك الأدلاء دلال الجنة الأدلاء على الخير يقول عليه الصلاة والسلام من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء إن البعض مننا لربما يثبت المنفقين يقول يا ابن الحلال رتب مرحياتك وعيالك وابن عمار أهلهم يا أخي أنت ستموت وتبعث وحدك أترحل من الدنيا ولم يرحل معك من دنياك شيء أين الآثار التي ستكتب لك أين الصدقة الجارية التي ستكون لك ثم إني أقول لك يا عبد الله يا دليل الخير أحيانا البعض مننا يتحسر يقول يا ليت لي مثل مال فلان جميل هذه الغبطة قد توصلك الأجر لكن أخط خطوة بعدها وانطلق بعد ذلك وقل لذاك أدعوك أدعوك إلى باب بر لربما غفلت عنه ما أجمل الدلالة على الخير وما أجمل هداية الناس إلى البر فنكون شركاء ما أكرم ربي وما أعظمه يوما أعطى دليل الخير مثل صاحب الخير سواء بسواء من غير أن ينقص من أجور المنفقين شيئا أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى وأن يرزقنا وإياكم صدق النية فندفع الناس إلى أبواب الجنة فإذا نحن نسابقهم قولوا آمين أستودعكم ترجمة نانسي قنقر